هبوط طائرة الحكومة في عدن للمرة الأولى منذ ستة أشهر زمنه هبوط تاريخي للعملة الوطنية ما زاد من رقعة الاحتجاجات المنددة به وبدعف الخدمات وترد الأوضاع المعيشية ليس في المدينة الخاضعة لسيطرة القوات السعودية وقوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا فحسب بل أيضا بالتوازي مع تظاهرات شهدتها مدينة تعز ومدينة القطن بمحافظة حضرم و جنوب غرب اليمن مع حالة عصيان مدني أغلقت خلاله المحل تجارية والمؤسسات وشركات الصرافة ووصفت بالأعنف ضد حكومة هادي تخللتها مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية التابعة لحكومة هادي نحن نعيش شباب نحن نعيش قاوعين لا معنا لا أمل ولا استقرار لا تعليم لا صحة لا طرقات لا شيء احنا جاوحين جاوحين شعب جاوح لا تحالف بعد اليوم اتي من شبوة بعد السعودية عاد رئيس حكومة هادي معين عبد الملك الى عدن بعدما غادرها مع عدد من مزرائه اواخر اذار مارس مغادرة كانت ايضا على وقع اقتحام متظاهرين مقر الحكومة في قصر معاشيق الرئاسي في المدينة واجه حينها المجلس الانتقالي الجنوبي اتهامات بالوقوف وراءه وهو ما يندرج كذلك ضمن اطار الصراع بين حكومة هادي والمجلس كمشهد يعكس تنافس الحليفين السعودية والامارات تدهور مشهد الجنوب المدعوم المفتوح على العالم هو نقيد ما يعيشه الشمال والعاصمة صنعاء برغم الحصار والازمات التي تلاحق حكومة هادي تتزايد مع احتمال سيطرة حكومة صنعاء على مأرب الاستراتيجية شمال البلاد التي تستمر المعارك فيها خسارة مأرب ستمثل ضربة كبرى لحكومة هادي والرياضي ايضا الغارقة في مستنقع الحرب على اليمن حيث تتوالى الخسائر العسكرية والاقتصادية التي مني بها جيشها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة